السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله هو عنده مشكلة الربيام وهو شراكح والفرايك ساحة تصلب في الفرام وربيام طالع نازل يظهر انتم هديها 14 ثانية وسيقع صامت فيها ساعة منتع الاربيام اللي هي توريني دوران المحرك فقط لغير ويكتب لك ويقول لك رو كذا ورو كذا هاني حاطيت الكتيبة حتى انا باش نعمل تفسير من عندي واتعبت من كلمة اتكلموا وابعثوا فيديوهات طوال واتعبت معاش الناجم نعاود باش ما قلقش الناس انه اللي ولي الحاح رغم اللي هم وفي مصلحتهم انا باش نفسروا وحسب ما نستطيع ان شاء الله ربي يعاوني هو طبعا ماذا ما نتكلمش نعمل تفسيرات من عندي ونشوف اذا كان هو كلام صحيح وان شاء الله يلجأ الحل اذا كان المشكلة صارت له بعد ما بدل ترمبة الفرامل اللي هي هذي هذي سموها ترمبة الفرامل هذي هي ترمبة الفرامل هذي هي ترمبة الفرامل اذا كان المشكلة صار له بعد ما بدل ترمبة الفرامل ما عدتها فم الجوان هداية شفتوا الجوان هداية ها هو الجوان هداية لكحل اللي هو يدور بالترمبا هذا انسان ميكانسيا مركباش طحش منه مركبوش يولي الشي عمل يولي يتنفس السربو الترمبا تويتنفس من فوق من هنا او من لطا يعني هذا هذا يراجع اذا كان هو سرط للمشكلة امتاع الاربياه ما دي طال عنازل والتنفيذ هذا بعد ما ركب الترمبا بعد ما ركب المدخم تعالى للفرام هداك يرجع يشوف الجوان هداي عند الميكانسيا اما اذا من اللوال عنده التفسير هذا اللي هو فسرته انا على السيارة يكون هو الصحيح طبعا انا مشيت السيارتي خرجت السيارتي البره في المطرف البرد وعملت يعني تفسير عليها مش نحاول ننقض الموقف قبل ما يصير له حاجة سيد في سيارته ولا في في الفرامل وهو مش نحوط الشرحة قدامكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشكلة متاع تصلب الفرامل او خضان المحرك لانا مربطي مبعارهم تصلب الفرامل والمحرك مربوطي مع بعض العملية السهلة وبسيطة اذا كانت انت عندك تصلب بالفرامل ما فهمته نين اه المدخم على فكرة على فكرة مدخمت الفرامل موضوع التصلب بالفرامل يعني قليل يعني بالخصة يعني والمحرك يخدم المحرك ساكت يمكن المحرك يخدم ما عندهش علاقة مدخط الفرامل او البومبنات بتاع الفرامل بالموضوع ترمبط الفرامل بالموضوع العمية السهلة وبسيطة احيانا باش تنجب تفهمها سهلة ما فيها شيء اذا كان كنت شكيت في حاجة معينة هو احنا بيتصالب الفرامل اول ما نشكه في السيرفو اللي هو هذا السيرفو هو هذا المشكل ده تصالب الفرامل لكن السيرفو هذا عنده علاقة بالمحرك نجيه لهو من المحرك عن طريق الكولكتير بالنسبة في البنزينة وفي الدازل يجيه عن طريق مضخط الهواء اللي هي البومبافيذ او مضخط شفط الهواء هذي 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 هذو مالحاجتين اللي عندهم علاقة بالسيرفو بالسيرفو متع الفرامل هذي كيفاش نفهمه اللي هو يمكن يكون من 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 السيرفو او من دريت اللي جاي من السيرفو او من حاجة والخضاني كان فما خضان في المحرك روه على طول روه على علاقة بالهواء اللي جاي من المحرك كان فما خضان في المحرك ورعشة هي مربوطة بالهواء اللي جاي من السيرفو حسناً لنشغل المحرك ونظركم كيفاش حسناً لنشغلنا المحرك شبطوه المحرك هذا طبعا سليم لا يوجد شيء حتى تسلب في الفرامل لا يوجد شيء حتى تسلب في الفرامل او اقل شوية ونجوه للتيب هذين بتاع السرفو اللي هو جايب لهوا من المحرك وننفكوه كان يجينا فيه هوا يعني بعد خمس دقائق على الاقل او عسر دقائق كان يجينا فيه هوا معاتها السرفو سليم ودريت هذا سليم حاجة اخرى بالنسبة لعشان المحرك كرا وبالنسبة لله التصلب الفرامل يجبنا هنا اذا كان فم اشكالية يزد كيف ناجبين من هنا هناك مشكلة في الهواء كي يكون معي إذا كان ساعيد في ما يلقين أنكم وصفين شكرا أدري المشكلة ويقوم بعمل السجل بهضور الأمر في الهواء وعشر نحن نعود للكرة في الشيء الأخرى ونشوفه وقت المطور يخدم والسرفوه السليم لابس عليه ونجد هدية تنزل عادية وتفشفش شفتوها عادية مش متصلبة شفتوها مش متصلبة طيب مش نعمل حركة من الأمام مش تتصلب هي ونشوف المحرك كيف يتحرك طيب نجول هنا نعود ونحل خرطوه ونشوف الموتور كيف يرعش شفتوه ولي مكسي لاري ولي ولي يرعش علش لأنه ولا فما مفت شفتوه هنا ولا مفتوه ولا مفتوه ولا داخل بعضه والأر بيام يطلع ذلك شوفوه هنا الأر بيام يطلع ولا بالعشرة على خاطر نحية تتربوها ذكا ونحل تتربوها والفران ولا حذرة شوفوه الفران ولا حذرة علش؟ لأنه لم يكن هناك اتصال من الهواء بين المحرك والفرامد ونحن أر بيام يطلع أر بيام يطلع على الأعلي أخر لأنه هنا يطلع نفس والمطور يررف ويأكل بنزينة المشكلة هذائية يجعل السيارة تصرف بنزينة أكثر متسوّة لأنه لم يكن هناك تسرّب من التاحوه في مكان معين في السربو و الخرطوم و الدريت في أي حاجة تتنفس شفتوه هنا ونشرجة على الدريت ونسمعه يجلس وتضيف المطور وتضيف المطور وتضيف المطور لأنه يأخذ السربون بالأهواء ويرتاح مرة واحدة لأنه يوجد السربون ونذهب إلى هنا ونرى بيام 850 دوار 950 دوار ونرجع المطور لم يكن هناك حد تشكيلي لأن الدريت ترك في مكانه هنا لهواء تضمت على المحرك هذه العمية التي يصير منها دوران محرك أكثر من اللازم وتصلب الفرامل رجعنا لدريت في مكانه باش ما ننسوش شوالي عنا تواهنا فهمنا المشكل كيف يصير وشوالي يلازم اللازم هو كما قلت لكم يكون تنفيس في الخرطوم هذا لهواء للسربو يكون هو نفس السربو يتنفيس أما خارب وإلا هناك مشكلة السربو لأن المدخط للفرامل لا يوجد دخل كما قلت لكم يبدأ مربوط لهواء في المحرك والمحرك يتأثر من السربو والسربو يتأثر من المحرك في لهواء هذه الحالات التي يجب أن نفهمها إن شاء الله تكونوا فهمتوا من الموضوع إن شاء الله تنفعكم حاجة كما والسلام عليكم إن شاء الله تنفيس ونذهب إلى هنا نحن أنه يقول أنه هنا في الأرد المحرك ترجع إلى المحرك ونعى إلى المحرك ونعى إلى الأرد المحرقة لم يكن هناك حتى الشكلية لأن المحركة تترك في مكانه هنا لها تضمت المحرك هذه العمية التي يحدث منها دوران المحركة أكثر من لازم وتصلب الفرامل رجعنا ديري في مكانه باش ما ننسوشي شو اللي عنا توا هنا انتوا فهمنا المشكل كيف يصير وشو اللي يازمنا نعمل هو كما قلت لكم يأما يكون تنفيس في الخرطوم هذا اللي جايب لهوالي السربو يأما يكون هو نفسه السربو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله